السلام عليكم أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال ولا تنسوا الضغط على زر إعجاب للفيديو وتعليق بخصوص الموضوع أطلقت الفنانة المغربية دونيا باطمة أغنية جديدة تحمل عنوان تفكرت الميمة ولقد نشر الحساب الرسمي الخاص بالفنانة دونيا باطمة عبر حسابها الخاص على الأنتجرام عن إصدار أغنيتها الجديدة رغم وجودها في السيشن على خلفية قضية حمزة مونبيبي وتم اختيار إصدار هذه الأغنية بمناسبة عيد الأم لأنها موجهة بشكل خاص للأمهات وتحمل عنوان تفكرت الميمة وكانت دونيا باطمة قد قامت بتسجيل الأغنية والانتهاء منها قبل أزمتها الأخيرة التي تسببت في دخولها السجن إذ أنها واحدة من بين أغنيات الفيلم المغربي المرتقب البوز الذي تشارك في بطولته إلى جانب شقيقتها الموديل ابتسام باطمة والفنان المغربي مراد العشابي وعبد الله فركوس ويشار إلى أن العمل السينمائي تم تصوير مشاهده بين مدينة أغادير وتركيا ويحكي قصة شابة محبة للغناء تقوم بعدة محاولات من أجل إيصال صوتها للجميع والذي لم يتم الكشف بعد عن موعد إصداره في القاعات السينمائية وبعد إعلان خبر إصدار الأغنية عبر جمهور دنيا باطمة عن سعادتهم بقدرتها على إصدار الجديد وعدم الغياب عن الوسط الفني فكان هذا هو فيديو اليوم وإلى فيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء